اول رد فعلي من الاهلي بعد حلقة كهرباء مع رامز جلال برامز يزيح من الاهلي على صفقة القرن الحقيقية بقرار من فيلر اول المنضمين لكتيبة الاهلي الموسم المقبل الاهلي يقدم عرض ضخم نضم نجم مازمبي ازمة بين الخطيب وسير عبد الحفيظ وتدخل تركي آل الشيخ مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بكم في حلقة جديدة مع اخبار النادي الاهلي اليوم على بركة الله نبدأ اللقاء والخبر الاول نشرت الصحيف الرسمية لقناة النادي الاهلي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لمحمود عبد المنعم كهرباء وبها قلب في اشارة الى الاعجاب بحديث اللاعب خلال ظهوره ببرنامج رامز مجنور رسمي اليوم وقال كهرباء في تصريحات عبر برنامج رامز مجنور رسمي ان عودته الى النادي الاهلي هي الافضل في مسارته الكروية بعد عودته للنادي قريما من صفوف نادي افيس البرتغالي واضاف كهرباء العودة للنادي الاهلي هي الافضل بالنسبة لي وبحضر قبل التمرين بساعة والاهل بيتي ووقع محمود عبد المنعم كهرباء لعب النادي الاهلي ضحية مقلب الفنان رامز جلال رامز مجنور رسمي والمزاع عبر شاشة ام بي سي مصر مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا انه برنامج اخر قبل ان يتفاجهوا انهم ضحية رامز جلال ونشر محمود كهرباء من خلال حسابه الشخصي على انستجرام صورة له في البرنامج قائلا منك لله يا رامز الخبر التالي دخل نادي برامز فم نفسه قوية مع نظير النادي الاهلي للفوز بصفقة القرن الحقيقية مثل ما وصفها عشاق الساحرة المستديرة يرغب نادي برامز في الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد الانجليزي والمعار للنادي الاهلي هذا الموسم في صفقة قد تكلف خزينة برامز قرابة الستة مليون دولار نادي برامز بيراف في ضم رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد لدعم الصفوف ورفقة زملاء السابقين بالقلعة الحمراء عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف اكرامي بجانب المخضرمين عمر جابر وعلي جابر وأحمد الشناوي ورجب بكار وعماد نبيل دونجا وإيرك تراوري وجون أمطوي بحثا عن المنافسة على لقب الدور في الموسم المقبل وذكرت بعض المصادر الصحفية أن النادي الاهلي بيرفض التفريض في رمضان ويرغف الحصول على خدماته بشكل نهائي مقابل 100 مليون جنيه بعدما سبق واستعاره في الموسم الحالي ونصف الموسم الماضي بمبلغ مالي يصل لـ 2 مليون جنيه استرليني نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب صرح في تصريحات إزعية سابقة بخصوص شراء الأهلي لرمضان الصبحي في الصيف المقبل وقال أن هيدرسفيلد بدأ منذ أن كان كأس الأمام الإفريقية الأخيرة لرمضان مع المنتخب المصري الأولومبي في تسويقه بشكل جيد ولن يبيعه بأقل من 10 مليون جنيه استرليني الخبر التالي استقر المدرب السويسري ريني فيلر للمدير الفني لفريق النادي الأهلي على أول اللاعبين الجدد المنضمين إلى كتيبة القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل وقرر فيلر أن يضم إلى فريق لعب الأهلي المعار محمد عبد المنعم مدافع سموحة في الوقت الحالي وذلك طبق لما أكده المدير الفني للفريق السكندري حماد صيدي وشدت حماد صيدي على أن فيلر كان متمسك بخدمات محمد عبد المنعم في انطلاقة الموسم إلا أنه بالضغط عليه وافق على أن يتم إعارته لمدة 6 شهور وحاولنا الحصول على خدمات محمد عبد المنعم لمدة عام ونصف العام على سبيل الأعارة إلا أن النادي الأهلي تمسك به إلى آخر لحظة وخرج عبد المنعم من الأهلي على سبيل الأعارة في يناير الماضي إلى سموحة ولكن لم يحالفه الحظ للمشاركة بسبب جاءة فيروس كورونا اللاعب يلعب في مركز قلب الدفاع أما الخبر التالي فبدأت إضارة النادي الأهلي في رحلة تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات المدير الفني فيلر وكشفت بعض التقرير الصحفية عن دخول النادي الأهلي في انفوضات مع نجم مازينبي الكنغولي موليكا لضمه في الصيف المقبل وقال الصحيفة كيك أوف أن النادي الأهلي قدم عرض بـ 2.5 مليون دولار من أجل ضمه موليكا خلال الصيف المقبل على أن يكون راتب موليكا في النادي الأهلي مليون دولار سنويا وشددت الصحيفة على أن موليكا حتى تلك اللحظة لم يحسن موقفه خاصة وأنه بيبحث عن الاحتراف في أوروبا خاصة بعدما علم بوجود اهتمام من أحد الأندية في فرنسا أما الخبر التالي فذكرت بعض التقرير الصحفية الإماراتية أن قناة MBC قدمت اعتذار إلى النادي الأهلي عن عدم حزف حلقة مدير النادي سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنور رسمي إلى أن تأزو الإعلاقة بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ قد يجعل تدخل رئيس هيئة الترفيخ في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المستشار تركي آل الشيخ أمرا حاسما في حل الإشكال الحاصل وكانت تقارير إعلامية في مصر أكدت أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب تدخل لمنع ظهور حلقة السيد عبد الحفيظ في برنامج رامز جلال بسبب مواقف الاستهزاء اللي بيتعرض لها الضيوف من قبل الممثل رامز جلال والتي اعتبرها الخطيب لا تليق بمسؤول رسمي يعمل في النادي الأهلي وإن رئيس النادي حصل على وعد بعدم إزاعة الحلقة ورد المبلغ الذي تقضاه سيد عبد الحفيظ ولكن مسؤوله القناة السعودية بحسب ما ورد في تصريحات صحفية قالوا إن البرنامج بيعتمد على تصوير 30 حلقة في شهر رمضان المبارك وتم الانتهاء من تصويرها جميعا ومنع إزاعة أي حلقة سيتسبب في أزمة للبرنامج وكانت إدارة النادي الأهلي قد عرضت على إدارة القناة رد المبالغ التي تقضاها مدير الكورة وقيمتها 30 ألف دولار ولكن حل المشكلة وصل إلى طريق مسدود وعلق المتحدث الرسمي لقناة MBC مازين حايف على الانتقادات التي توجه لبرنامج رامز جلال بقوله في تصريحات تلفزيونية لا نزيع أي حلقة للضيف إلا بعد الحصول على موافقة منه وتزيع الموافقة في نهاية الحلقة وبكده مشاهدين تكون خصص معكم أخبارنا النهاردة أتمنى تكون لا تعجبكم في النهاية عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك واللي بشهدنا الأول مرة الاشتراك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة